كيف ترى ماري لوبان الديمقراطية حيث تتحضر لخوض الجولة الثانية من سباق الرئاسة الفرنسية؟ سؤال لا يزال يؤرق لوبان أمام الناخبين الفرنسيين ففي الوقت الذي تؤكد فيه لوبان أنها تريد الحفاظ على أسس الجمهورية الفرنسية إلا أنها في الوقت نفسه لا تخجل ولا ترى مشكلة بالتقرب إلى الدكتاتوريات في المنطقة وعلى رأسها روسيا والنظام السوري الذي أسفت لقطع العلاقات معه هذا التوجه ينظر إليه في خارج فرنسا بقلق حيث تؤكد صحيفة الليباراسيون الفرنسية التي نشرت غلافا تركيبيا يحمل صورة لوبان تحيط بها صورة بوتين وترامب والأسد ورئيس الهنغاري فيكتور أوربان تؤكد أن انتصار لوبان تهديد قاتل لأوروبا حيث ستعزل فرنسا تماما عن الساحة الدولية من خلال إبعادها عن شركائها التقريديين لصالح التقارب مع روسيا وهو ما يمثل نصرا تاريخيا لبوتين الذي يغزو أوروبا من بوابة أوكرانيا فرنسا إذن أمام منعطف خطير حيث يوافق محللون سياسيون على اعتبار الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية مواجهة بين الرؤيتين متعاديتين للعالم دون أن يغفلوا أيضا أن إمانويل ماكرون تحول بالفعل إلى اليمين بعد عدائه للإسلام والمهاجرين فضلا عن مغازلته لبوتين فهو لم يذكر سوريا إلا مرة واحدة أثناء مناظرته معلوبا حيثية تعيد لأذهان السوريين تصريحات ماكرون عقب توليه الرئاسة معلنا أن إزاحة الأسد ليس شرطا لكل شيء لأنه عدو للشعب السوري ولكن ليس عدوا لفرنسا في مصادقة صريحة على خيارات بوتين وتدخله العسكري لصالح النظام الذي قتل السوريين بذريعة محاربة الإرهاب ليكون ماكرون رئيسا فرنسيا آخر يرقص مع الطغاة